تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمل إلي هل في أي نبي في العالم في الوجود يستطيع أن يتحدى الأجيال ويقول تعالوا إلي فإذا نستطيع أن نستشف من شخصية المسيح إما أن يكون صادق أو أن يكون كاذب أو ممكن أن يكون مدعي أو ضرب من الجنون فمن يستطيع أن يقدم هذه الدعوة حاشا أن يكون كاذب أو غير صادق وحاشا أن يكون مدعي لأن أثبت في الإنجيل المقدس أن كل كلمة تكلمها فعل لم يكن أو لم يتكلم مجرد أقوال ولكنه فعل أفعال وهذا أحباء دليل على محبة المسيح الغير متغيرة المحبة الأبدية يقول الكتاب يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق هل أحسست بقوة هذه العبارة إلي هي دعوة للجميع في كل مكان في كل عصر في كل زمان الدعوة هذه اللي ابتدأت من ألفين سنة ما ذال صداها حتى هذه اللحظة كل من يقبل إلى يسوع المسيح ينال الحياة الأبدية هذه الدعوة يدعو الناس إليه شخصيا لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء لأنه الحاضر في كل مكان وفي كل زمان فهو الوحيد الذي يستطيع أن يتكلم بهذه الكلمة وهذا اندل على شيء بدل أن المسيح هو الله أها تقول أستغفر الله فمن يستطيع أن يقول هذه الكلمة اسمع ما يقول النبي إشعياء في القديم في سفر إشعياء صحاح 44 والآية 22 مكتوب التفتوا إليه هنا الرب يتكلم التفتوا إليه واخلصوا يا جميع أقاص الأرض لأني أنا الله وليس إله آخر ما فيش إله الثاني هو إله واحد خايا والمسيح يقول تعالوا إلي ثم في إنجيل يحنى قال يسوع في يحنى 6 من يقبل إلي من يقبل إلي فلا أخرجه خارجا في يحنى 6 آية 35 مكتوب أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا كل مثل ما موجود الآية على الشاشة كل ما يعطين الآب فإلي إلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا حبائي قال يسوع في إنجيل يحنى إصحاح 7 إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب لاحظ منشوف إنه المسيح هو مصدر الإرتواء هو مصدر الشبع هو مصدر الضمان والحياء الأبدية هو مصدر الخلاص كما هو مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فإذن أحبائي هي دعوة لشخص الرب يسوع عندما قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم لاحظ هنا يسوع المسيح يقدم الراحة مش مجرد أي راحة مش بتكلم على راحة مجرد راحة بعد تعب ولكن يتكلم على راحة مستمرة دائمة في شخص يسوع المسيح الراحة الحقيقية حبائي هو الجلوس عند قدمي يسوع المسيح والاستماع لكلام يسوع المسيح كما فعلت مريم أخت مرثة وقلعازة قال يسوع المرثة مرثة مرثة أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد يستمر قائلا وأما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها لأنها كانت جالسة خاشعة عابدة مستمعة مرتاحة عند رجلي يسوع المسيح تسمع لكلمات النعمة المغيرة لم تستطع أن تترك المكان فانبهرت وبصراحة يعني كانت منجذبة لصوت وكلام يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر